طيب لغاية لما يزبطونا الصوت في الجمهور الآلي قال ايه نقشو بقى جمهور الآلي على تويتر بيقول ايه انا بحب على فكرة احلى حاجة في الدنيا ان انت يبقى معاك الجمهور يعني دايما اللي بقى معاك الجمهور على الشاشة بقى هنا بيبقى على شاشة التليفون بص الناس عبرك الصور وحطلك بتتفرج بقى وحطلك الصور طبع فنورة بتقول بس الخير يا كابتن اسلام اشكرك جدا ومنور يا كابتن عبدالقادر عايز اقولك فيك حاجة من تريكا وسؤالي ايه اجمل هدف وكمان اغلى هدف طب انتوا كده هتحرق لنا الاسئلة اللي احنا عملينها بس ماشي ما فيش مشكلة على دماغنا فرضو من فوق اجمل هدف واغلى هدف اجمل هدف فيه اتنين بصراحة الهلال السعودي اللي كان في كاس العالم طبعا ده واحد والاخر هدف بتاع المريخ السوداني المريخ ده عالمي حقيقة عايز يعني احنا بنسميها بروضة اعصاب تبقى قوية جدا خصوصا ان انت ايه يعني نازل في وقت كان صعب شوية والدنيا كان يعني الدنيا مش واضحة قوي ايه الحمد لله يمكن دي اهم منطقة لازم اللعب يبقى هدي فيها طبعا بتوصل بتعدى ثلاث مراحل بتوع الملعب فالمرحلة دي لازم الواحد يبقى هدي فيها عشان يعرف اتصرف كويس فبس الحمد لله يمكن اتصرفتها بشكل كويس وربنا وفاني فيها جامد يعني الحمد لله اروى بتقول لك او بتقول لي اقول لك استسمعك تقوله اني بحبه ماشي او اسمع شكر محمد رمضان عبدالقادر ونالدنيو الكورة المصرية جديد ونجم الاهلي ومنتخب مصر للسنين اللي جاية عبيب ان شاء الله ان شاء الله بسان توت الدنيا كلها منورة ماشي اميرة تقول مين الشخصية اللي اثرت في كابتن احمد عبدالقادر وعشان هلعب كورة لا عشان هلعب كورة دي ممكن انا حبيته لما تبعت كورة او كان في واحد برا ممكن انا بقول على طول هزرد طب اتبه كتير جدا ده برا مصر يعني طبعا هنا اتفرجت طبعا على المحضرتش طبعا جيلي كابتن محمود الخطيب بس اتفرجت عبدالقادر كتير جدا الاهل بيقول النجم يا عبدالقادر مستقبل الكورة المصرية منور الشاشة يا نجم اميرة درغام ابن النادي منور القناة الموهوب عبدالقادر الموهبة الاعظم في مصر ربنا يحميك تايجرمان نجم الجيل احمد ابو الاليت احرف لعب في مصر محمد خليل مين اكتر واحد استقبلك في النادي ومين اكتر واحد بيدي لك نصايح ومين اقرب للعب ليك في الفرق اه يمكن اه اعرب واحد لها باتعامل مع ا Thom الاعيب الكورة كبتل شنىو طبعا محمد شنىو خارب انيو جدا بتكلم معها بصف همستمر ادي دا يشجعني بصف همستمر ادين الاطلبيات كيف Security احمد دا ييزع مع اياما انيو تتهال ниجم بيزع ولكن هي اتلكلم مع اياما توجيهاته في الملعب فلا تتصحى عن اياما وبادت حتى لو كانت بسرعها بعض طبيعيي في الملعب من العب دايم course علشان اللعب يلحق إياه يعني يذكر نفسه بسرعة بموجود في المكان اللي بتطلب منه بس كبد الشناء هو دائما بموجود معه بسرعة مستمرة ودائما بتكلم معي على طول في حاجة شايفني مؤثر فيه مش فنيات بس هو بنصحني كمجمع كلعب كورة يعني بس فأنا بسمع عليه طبعا وهو من أعرب الناس اللي هي الموجودة في الفرقة يعني محمد الشناء ومن من الشباب اللي حواليك بقى اللي قدك فيه واحد زي أخويا دلوقت طبعا محمد محمود أحبه جدا عسل عسل جدا طبعا زي أخويا أخباره ايه بالمناسبة محمد لا مش كويس جدا طبعا في التمرينات ومشاء الله عليه يعني هو لعيب كورة غير طبيعي طيب أسامة بيقول منور الدنيا كلها يا نجم النجوم سيد جابر القضية ممكن صحيح عبدالقادر صحيح عبدالقادر عايز أقولك حاجة انت ممكن تعمل كل حاجة بعد ما تبطل كورة بس مش هتعرف ترجع تلعب كورة تاني دي حقيقة كورة القدم ودائما كان الكابت المحمود الخطيب أنا عمري منسى هذا الأمر جي مرة واحنا اعتقد في كاس العالم بعد ما لعبنا أول مباراة أو حاجة كده وجيها وقف معنا قال لنا انتوا هتعملوا كل حاجة في الدنيا لكن انت ترجع تلعب كورة دي صعبة صعبة جدا طبعا طبعا أقصر فترة أقصر فترة اللعب الكورة بما وجود فيها فترة اللعب بتحاول على قد ما تقدر تعمل إنجازات شخصية لنفسك وتحقق حاجة لنفسك عشان بعد كده خلاص ما انت يعني عشر أو اتنشر سنة بالكتير أوي وبعد كده بتعتزل أو بتشوف بعد كده فعلا انت تعيش حياتك أوه بس لازم الاثناشر تلعبهم دول تطلع كل حاجة عندك فيهم يعني تمام